تواصل مصر بعد جهود كبيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بما يجمل التواصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطع الجهود المصرية تأتي بتنسيق مستمر وفعال مع مختلف الأطراف والشركاء ومن بينها دولة قطر رغم ما يطرأ على العالم من أزمات مختلفة تبقى القضية الفلسطينية هي المركزية التي يمثل التوصل إلى حل بشأنها نهاية لمشكلات وأزمات أخرى في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة بالصراعات وتحتل القضية الفلسطينية موقع الصدارة في أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتنتهج مصر مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق مع أشقائها العرب وصولا إلى حلول لأزمات وقضايا المنطقة وفي صدارتها القضية الفلسطينية التي شهدت تنسيقا مصريا قطريا متواصلا وفعالا ومنذ اللحظات الأولى لأحداث السابع من أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملت مصر على حث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على ضبط النفس منعا لامتداد الصراع في المنطقة كما تؤكد مصر على ثبات موقفها بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين على الصعيد الإنساني وفي وقت يعاني فيه نحو مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي بدلت مصر جهودا كبيرة وناجحة لتسهيل نفاذ شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مواصلة جهودها لتسهيل نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها مصر وبينما تؤكد في عدة مناسبات أنها لا ترى انفراجة للأزمة الحالية إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابعة من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية فإنها أيضا لا تألو جهدا للتنسيق مع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة قطر في عدد من الملفات المتعلقة بالصراع بما يشمل بذل الجهود للتوصل إلى هدنة والإفراج عن المحتجزين الموقف القطري بشأن الأزمة الحالية لا يختلف عن نظيره المصري إذ تؤكد الدوحة على خشيتها من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي في غزة إلى توسع دائرة العنف في المنطقة مشددة على ضرورة منع حدوث ذلك كما تؤكد قطر على ضرورة تنسيق مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى هدنة إنسانية مستدامة في قطاع غزة لافتة إلى أهمية عدم استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر